السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشف صلاح البتني قبل ما نبدأولا فيديو تاناتان هاليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات بزاف مشتركات طلبوا عليا تحليات للصهرات الرمضانية تكون سهلة وسالعة وبما أنه رمضان روح على الأبواب اللهم بلغنا رمضان راح نبدأ نشارك معاكم هاد الوصفات الرمضانية اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم تحليات بذوق الفراولة من أسهل ما يكون يعني في وقفة حضرها بزاف بنينا سواء من القوام ولا من الذوق بطبيعة الحال الفراولة راح يدوكم على حالة في الأسواق يعني راح يموجودة بكثرة خليكم ضكم على الوصفة مشاهدة متعة للجامعة نبدأ على بركة الله أول حاجة عندي كمية من الفراولة يعني حوالي نصر طلتح فراولة نحولها هذه الحشيشة الخضرات ديك وبعد ما غسلوها نقطعها إلى مربعات صغيرة نحطوها على جهة عندي نصف حبات عبانان يعني حبها ولو نصف حبات كفيكم نقطعها إلى شرائح رقيقة بهذه الطريقة وروح نخدمه الكريمة اللي هي اقتصادية عندي اللي هنا نصف حليب مع زوج ملاعق انتع انشا أو لا مايزينو عندي أيضا زوج ملاعق انتع أكل سكر ما تكثروش السكر لأنه راح نزيد إضافات راح يزيدو حلوها عندي ذوق الفانيلا تحبوا تديروا السائلة ولا تعال غبرة واللي إذا موجودة نكتفيه بالطوپينج ولا بذوق الفراولة هذه ما عندوش طوپينج هذا اللي يدروا فلاكرا تقدروا تديروا ذوق الفراولة يكفي أنا ما عندوش ذوق الفراولة درت الطوپينج هذا ما كان يعني مش لازم تشريوه هذا الطوپينج راو يدير ب 15 جنيه الفراولة موجود في المحلات اللي بيعو دزال حلويات وتلقوه حتى في السوبيلات نخلطوا هاد المكونات حليب وسكر وفاني وانشا مع هذك الطوپينج أو ذوق الفراولة كما ممكن تديروا علبة أو باكي تاع فلون فراولة ونخلطوا كلش برد في برد ونحطوها على النار مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على هذه القوام يكون نوعا ما ثقيل حاولوا ما تخلوش يولي ثقيل بزاف ومن بعد كنطفيو عليه النار نضيفو ملعقات على كرام شونتيه ونخلطوه جيدا حتى ندخلو ذاك الشونتيه مع ذاك الخالط ومن بعد الهنا كما كم تشوفو عندي الهنا هذ البرودوي من فريور وهو جاي عبارة عن ناباج فوراج تخدمي به بزاف حوج وفي اذوق كثيرة بما انه راح نديرو تحلية بذوق الفراولة راح ندير ملعقات كل ملوئة اللي ما عندوش يعني مل احسن انكم نديروه واذا موش موجود موش لازم من بعد الهنا نجيبو ليفيرين تاعنا اللي راح نقدمو فيهم تحلية نجيبو هذك الطوپينج تاعنا ونديرو على هذيك ليفيرين تاعنا بهذه الطريقة ومن بعد نجيبو هذك الفراولة انا تحذف لي المقطع نضيفوها في النص ومن بعد نضيفو هذو كشارع احتان الموز على الجوانب يعني طريقة راي واضحة فقط انا تحذف لي هذك المقطع كي كنت نضيف في هذك الفراولة دي الاسف الشديد مرات كي نعود نصور ننسى انه نضغط على هذيك الزر باش تمشي للكاميرا ومن بعد نروحو نجيبو هذيك الكريمة تاعنا كما كم تشوفو وراح نعمرو ليفيرين تاعنا بهذيك الكريمة حاولو كيت يعني كيت عمرو ليفيرين تخبطو هكا في ذيك البلوندو ترافاي باش تدخل ذيك الكريمة لهذوك الجوانب يدخل حتى للموز يدخل حتى للفرز والنتيجة راهي امامكم طبيعة الحال انا راح نحطها في الثلاجة لمدة ساعة ولو نص ساعة تحكمي الكريمة ذيك وروحها بالبيان ومن بعد نروحو نخدمو لكلام شونتي عندي ربا كاس تعالى شونتي مع ربا كاس انتحلي بيكون بارد نطلعوه بالباتر حتى نسبح لنا قاوم ثقيل ولهنا كما كم تشوفوا جبت هذيك الفريور او هذيك الناباج راح نديرو كمية فقط باش تعطينا من بعدها بانك ينعودو ناكلو في هذيك التحليات انا واذا موش موجود كما قلتكم موش لازم تحبو دولو تاع فرامبواز تاع قارس تاع فراز تاع الا اكزوتيك تاع آناناس يعني بزاف اذوق درت لنا هذيك لاشونتي في بوشادوي ومبعدها ديبتي روزاس ديبت ايضا الفراولة بما انه التحليه بذوق الفراولة ديبت ايضا ديبتي مورسو تاع الفراولة وحطيتهم كاتزين ايضا اللي عندو الورقة الذهابي يزيد يحط لها باش يجي شكل تحاكمة الباتيسري والنتيجة راهي امامكم والله العظيم غير هذه التحليه من اروع ما يكون سهلة سريعة وبزاف بنينا وفي نفس الوقت نقدر نقولوا عليها يعني اقتصادية يعني مكوناتها ممشغاليين وبريسك موجودين في كل بيت جزائري اذن هذه هي وصلنا نهاية هذا الفيديو بالنسبة لتحليه من اروع ما يكون انتمنى انها تنالاعجابكم ما تجربوها في اول يوم رمضاني بطبيعة الحال انا ما تنقول لكم ما تنسوش دعموني في الانستغرام لكم نشوف في اسفل الشاشة راح نضوق معاكم لهنا باش تشوفوا لا تيكستور تحانب ما خليتاش بردت تماما خليتها ربع ساعة فقط دائما نزرب في التحليه لانه تص صويركم تعرفوا ان هذه هي مبقى ان يقولكم شهيدكم بالصحة انتلاقوا في عدد اخر مع وصفة اخرى حلق لكم رابط مواقع توصيل اجتماعي في صندوق الوصف طلوا في رواحكم في الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم